بسم الله الرحمن الرحيم في منافسة مشتعلة مليئة بالحماس والإثارة عودة من جديد للأحداث العالمية الكبرى على أرض مصر النهاردة التاريخ بيفتح صفحاته من جديد في الرياضة العالمية واللي مصر دايما بتثبت العالم كله قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية الكبرى وبأن منتخب مصر لكرة اليد واحد من أقوى وأمتع المنتخبات فبدون شك الحلم والطموح مسموح لكل فرق البطولة والشهرة والمتعة وصناعة التاريخ في انتظار الفريق الفائز أهلا وسهلا بكل متابعين ومتابعي خطوات On Time Sports في كل مكان بيسعدني في بداية السوديو التحليلي أرحب باثنين من نجوم كرة اليد المصرية الكابتن طارق محروس المدرب القدير والمدير الفني لمنتخب مصر الشباب كابتن طارق أهلا وسهلا بك معنا نارضا أنا سعيد جدا موجود معاك والكابتن أحمد بلال طارق كبير في كرة اليد معنا كمان طبعا قائد منتخب مصر السابق الكابتن أحمد بلال كابتن منتخب مصر السابق والنادي أولمبيا كابتن أحمد أهلا بيك ومسائل فل أهلا بيك وأنا سعيد بوجوده معاك وطبعا كابتن طارق محروس ده حاجة جميلة وشرف لي أنه بكون موجود معاك منوارين يا كابتن ممكن نهارة طبعا اليوم الأول من البطولة عندنا فيه تلات مباريات المباراة الأولى تطلق الساعة الثالثة بعد قليل طبعا من دلوقتي هتجمع بين نادي الخليج السعودي وكاليفورنيا إيجلز الأمريكي أما المباراة الثانية فهتكون الساعة ستة ونص هتكون بين النادي الأهلي وجمعة سيدني الأسترالي المباراة الثالثة هتبدأ الساعة تسعة مساء وهتكون بين نادي الزمالك وتاوباتي البرازيلي طبعا هبدأ مع كابتن طارق وبطولة العالم للأندية في مسختها السبعتاشر ومشاركة تسعة فرق حابين نعرف المستوى الفني أو تقييمة المستوى الفني لبطولة كابتن طارق طبعا بسم الله أحمد رحيم تقييم للبطولة لاتحاد الدولي قيمه حط تلات أندية على رأس المجموعات وهم فيس بريم وبرسولونا ومكت بورج دول حطوهم على رأس المجموعات وحطوا التواني حطوا النادي الزمالك والنادي الأهلي والخليج السعودي والتوالد كان طوباتي البرازيلي وجمعة سيدني وكاليفورنيا الأمريكي دول كانوا التوالد وبالتالي الترتيب أما جه بهذا الشكل طبعا جه عادل النادي الأهلي اختار مجموعة لفيها برسولونا لأنه هو المنظم فاختار المجموع اللي فيها برسولونا الزمالك ويع حظه مع فيس بريم الماجري ومعنا بطل البطولة التلات نسخ السابقة وهو مجد بورج الألماني وبالتالي أعتقد أن احنا هنتفرج على زي احنا ما بنتكلم كده قبل هوا هنتفرج على سيمي فاينال قوي جدا ما بين أربع أندية من أعظم وأحسن أندية في أوروبا حاليا وفي كورة اليد العالمية خلينا روح لك أحمد بلال ووجود ثلاث فرق أوروبية مستوى عالي جدا يعني فنيا بيدي أكيد قوة للبطولة وإحنا اللي يهمنا طبعا بقى نجاح البطولة هو النادي الأهلي من نادي الزمالك يطرى فرصهم إيه في وجودهم في مربع الزهبي بسم الله الرحيم طبعا الأورعة كنتم متواجد أنا في العالمين أثناء الأورعة هو كان اختيار النادي الآلي للمجموعة تحته اللي هو جامع سيدني يعني كان هي المباراة دي الفايصلية اللي هتحدد من تاني اللي أحسن تاني هيخش اسم فاينال طبعا من سوق الحازن الزمالك هلاف فرق البرازيل وفرق قوية وعندها خبرة كبيرة جدا ومشاركتها كبيرة جدا في بطولات العالم الأندية وفرقة فيها عندها هندبول يعني إحنا بقى لنا سنين بنشوف إن الأرجنتين والبرازيل راجعوا بقوة وبقى نفسه في السيدات وفي الرجال وبقى على المستوى العالي محترفين كتير جدا من البلدين في أوروبا فطبعا البطولة بتحدد قوتها في الأومة الثلاثة طبعا عارفين ما في دي برج وماشرونة وفي سبريم على أساس إنه أقوى ثلاث فرق في أوروبا حاليا الرابع الأهلي اختار المجموعة عشان فرق الأهداف إن شاء الله يبقى بالنسباله يسهله إنه هو يخش أحسن تاني ويخش سيمي فاينال البطولة يخش سيمي فاينال معهم في الأربع الكبار يعني إنت شايف فرصة الأهلي أقوى إنه هو يبقى موجود في سيمي فاينال عشان جماعة سيدني أضعف من توباتي البرازيل اللي هيقابل الزمالك بالضبط لأنه هو الأهداف إنت هتخش أحسن تاني هو اللي يخش سيمي فاينال بالضبط فإنت مباراة الزمالك هتبقى مباراة صعبة وهتبقى محتاج منهم مجهود عالي جدا وهو ده اللي هيحدد يعني مباراة الزمالك ومباراة الأهلي النهاردة يعني أنا أعزي مباراةين هما دول أنا أعزي هما دول مباراةين اللي هيحددوا مين أحسن تاني بالنسبة للأهداف مباراةهم طبعا أعتقد دي هتبقى مهمة جدا بالنسبة للأهلي وده اللي اختار كان واضح من اهلي انه نخش المجموعة اللي هي مجموعة اللي فيها سيدني خليه اروح لكابتن طارق والنهار ده يمكن مباراة اولى بين الخليجي السعودي وكاليفورنيا ايجلز الامريكي دي مشاركة تالتة لخليجي السعودي والمشاركة الاولى لفريق كاليفورنيا ايجلز شايف حظوظ مين اقوى في مطل النهار ده خاصة ان الخليجي عنده الفرصة والطموح ان يبقى موجود في مربع الزهب لا طبعا على الورق وكل المعطيات بتقول ان الخليجي السعودي فريق قوي واعتقد حظوظه في المكسب واعتقد برضك بسكور كبير وده اللي انا خات منه اخلي بالك فريق الخليجي السعودي بيدوم كل عناصره لعبة منتخب السعودية ومعهم اتنين من احسن اتنين اللي موجودين في حالان في منتخب البحرين والصياد ومحمد حبيب دول احسن اتنين اللعيبة حالان في منتخب البحرين وبالتالي فريق الخليج فرقة كبيرة وفرقة قوية حظاك عارف فرقة دي كويس كنت انطور حظاك كنت في السعودية وهناك في الدوري السعودي وبالتالي عارفهم كويس لا احفظهم يعني يعني اللعيب لعيب وطرق لعبوهم وهم بقى لهم حوالي ثلاث سنين ما اتغيروش بس بالعكس هم بيزيدوا كل سنة عن التانية السنة اللي فاتت جابوا مكتبة احسن لعيب في السعودية مكتبة السالين ده احسن لعيب في الخليج حاليا جابوه نادي الخليج خدوه من نادي النور وبالتالي هم فرقة كويسة يمكن الحاجة اللي اننا استغربت لها ان هم ما دعموش في البطولة دي رغم ان حصوصهم ان هم يخشوا في الروابع كتير اعتقد ان هم مكتفين باللعيبة بتاعتهم اللي هم بيلعبوا معهم في الدوري بس فيه تقريبا ان اللجنة منظمة لاتحاد البطولة في اتحاد دولي منعت ان انت تستقدم مختلفين في البطولة لا 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 black journée لبي تسمح لك بتلت العيبة بلت سبع ايام زمان دروقتي بتلت بتسمح لك بتلت العيبة وبالتالي من عدد نحن ان انت تستعين بتلت العيب لكن فرقة الخريج زي ما احنا بنتكلم فرقة مميزة جدا احرفك اللي كانوا عامруμε معسكر من حوالي شهر هنا في مصر لعبو خمس مبارايات خسروا من تخب الشباب اللي انا بمرنه وتعادلوا مع النادي الآلي وكذبوا التلات مชاط اللي بعدها راحوا بعد ما خلصوا فاتة الإعداد راحوا لعبوا بطولة السوفر خسروا من الهدى السعودي ودي كانت مفاجأة كبيرة طبعا فريز هدى برضك من فرق التقيلة في السعودية وعندها عناصر مهمة في المنتخبات زي علي وحسين التروتي وعبدالله حمد وعبدالله السلم المجموعة دي كلها لعبت لكن أنا شايف أن المكسب اللي عملوا نادي الهدى في المباراة دي وخصوصا أنهم ما كانوا بتقابلوا السنين السنة اللي فاتت واللي قبلها في النهيات مع الهدى وكانوا بيكسبوا على طول المكسب اللي حصل أن فرق الهدى قدرت تجيب محلل كويس هو مصري محلل محمد سلمان أما تجي تتفرج على المطش تحس أنهم نزلين قريين ومطش كويس طبعا دور المحلل زي ما أنت حددك عارف بقى مهم جدا معاين غير فاني طبعا يعتبر دراعه ليمي في أي فريد بالضبط هو اللي يحدد له طريق اللعب اللي تلعب فيها إزاي تشتغل عليها نقط ضعف نقط قوة وبالتالي وجود سلمان كان معهم إداهم دفع قوية أن هما يقروا الفرق وفعلا كانوا نزلين قريين كويس فريد الخريق وقدروا يكسبوهم في مباراة السوبر السعودي ودي كانت مفاجأة لكن سلعان ما فريد الخريق استعد الثقة بنفسه وكسب أول ثلاث مطشات في الدوري وآخرهم كان آخر مباراة مع الروضة وكسب حوالي فرق 19 هدف طبعا أبنا دوقتي على شاشة كل المشاهدين دي لقطات حية لتسخين فريق الخريقي السعودي وفريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي في افستحية مباريات البطوط العالمي الأندية السبعتاشر ركولة اليد وربقام على صارة العصام الإدارية الجديدة بمصر كابتن أحمد أنا برضو شايف أن الخريقي السعودي معاه كل الحق أنه يحلم ويبقى عنده طموح أنه صعدة الصيني فاين أقول لك دي الفريق الأمريكي ده أول مرة يشارك في مطوط العالم وفريق السعودي كابتر بك فريق كل خبرات ويمتلك لعيبة قوية جدا صياد ومحمد اللعب البحريني فإيه المشكلته ليه لأ يقول لك ليه لأ ما دخل واكسة في فريق سكور كبير يطرى يقدر يعمل كده فظل إن هو بيعتمد على السرعات يعني مش من الفرق اللي بتعتمد إن هي تاخد راحتها في الهجمة هو طبعا ده حق مش هو بس أنا كنت هرجع بس في حتة مهمة جدا إن المباراة ديت ميزالينك بالزبط للنادي الأهلي والنادي الزمالك إن هما هيشوفوا السكور وهيلعبوا المطشط اللي بعدية عشان يعدوا السكور ودي بتبقى يعني فرصة للنادي الأهلي والنادي الزمالك إن هما بعد نتيجة الخليج مع فريق يجي لكالفورنيا هيبان هما محتاجين إيه؟ يعني هيبان إحنا محتاجين كم مفارق هدف هنقش بقوة ولا هنقش ده حاجة الحاجة الثانية أنا شايف طبعا ممكن نبعت شوية عن بطولة العالم بس نتكلم على أولمبياد الفريق الأمريكي وأمريكا بتحضر من دلوقتي بتزبط بتزبط أو بتحضر عشان هتشارك في أولمبياد عشرين تمانية عشرين فيبعا ده فريق كورت يد فأعتقد إن دي كانت البداية وأعتقد إنه هما برضو إن إحنا كعارفين إن أغلبية الأمريكان اللي هما لغوزلاف والمناطق الشرعية وممكن يكون من روسيا بعض اللعيبة يعني لعبة هندبول زي ما بيحصل كده في سيدني يعني في سيدني برضو هتلاقيهم لعيبة جايين من شارع أوروبا من شارع أوروبا وأغلبيتهم أخدوا الجنسيات وأغلبيتهم بيبقوا عندهم هندبول يعني بيبقوا لعبة هندبول عشان كده بتبقى ميزة كبيرة جدا للفريق الأمريكي إن هما بيحضروا أو بيبقوا حطين بلان عشان يحضروا لأولمبيات الثمانية وعشرين فممكن نفوجها النهاردة بس أنا أرجع تاني أقول إن إن شاء الله عندنا فرصة أهل وزمالك إن شاء الله طبعا إن إحنا بعد مبارات النهاردة نقدر نحقق النتيجة اللي إحنا نرجوها أو الأهداف اللي إحنا هنحتاجها عشان نخش إن شاء الله في المركز اللي هي التاني في المطموعة إن شاء الله بنتهي إن شاء الله بفلسطين إن شاء الله طبعا منذ قليل وصل فريق فيزبريم المجري إلى القاهرة طبعا كان عندهم طبعا منافسات في بطوط أوروبا ووصل النهاردة ومنذ قليل وقدامنا حاليا على الشاشة لحظة وصول الفريق المجري في مطار القاهرة طبعا إحنا عارفين طبعا ناحية الدرق طبعا النجمينة هو أحد لعيبي فريق طبعا فيزبريم المجري وأكيد هيكون لي طبعا جمهوره الخاصة موجود في الصالة في مشروط فيزبريم المجري أكيد حاجة كويسة جدا طبعا كبتلطاري أه طبعا وهيلعب فرقته آخر فرقة كان بيلعب فيها النادي الزمالي قبل ما يسيب فهتبقى طبعا هيبقى موقف أعتقد لو ما يحب شنو يتحط فيه لكن هي دي عالم الاحتراف طب تلعب السنة دي في نادي كزا نادي السنة الجاية تلعب في نادي آخر لدي عالم احتراف وأتمنى له التوفيق وأتمنى طبعا لكل المصريين المحترفين في خارج التوفيق الزمالي طارق فيه مدرستين في مطش النهاردة مدرسة لاتينية ومدرسة أوروبية مدرب الخليج هو يوناني ومدرب كاليفورنيا أرجنتيني إيه اللي يمايز المدرستين وشاف إنه وجه نرزك يعني هيكون ليه تأثيره فعلا موجود في الملعب هو التأثير زي ما قلت حضرتك هو المدرب ده بقى له معهم ثلاث سنين ولعب معهم بطولات كتير ولعب معهم دي ثلاث بطولة يلعبها بطولة عالم للأندية وبالتالي فرق الخبرات بالنسبة للعيبة للعيبة السعودين في الملعب هتبقى أكتر وهيوضح الكلام ده أعتقد في الشروط التاني يمكن ممكن في بداية الشروط أو بداية المباراة فرقة أمريكا مش تبقى واضحة جدا لفريق الخليج لكن أعتقد إن الشروط التاني هيوضح اسلوب اللعب وطريقة اللعب وبالتالي يقدر خريج السعود يقدر يشوف مصارات اللعب يشغله فيه ويشتغل عليه زي ما احنا بنقول أو زي ما كابتنا حمد بلاي قال المدرسة اللاتينية بدأت تعلى في الفترة أخيرة لكن يعني إحنا مش شايفين بصمة معينة للمدربينها إحنا شايفين للعيبة لكن المدربين بتوعهم حتى على مستوى بطولات العالم للشباب أو النشئين أو الدرجة أولها البصمة مش واضحة أوي لكن هنشوف هل هيقدر مدرب أمريكا إنه هيقدر يدينا معادلة غير الطبيعية ولا المدرب اليوناني بتاع الخريج السعودي هيستمر على الخبرات اللي معاه لأن زي ما نقول تحضيرك ومعه متخب السعودية كامل يعني معه زي ما قلنا معه الصياد ومعه محمد حبيب ومعه جوهرة كرة يلد السعودية حاليا لو مكتب السالب وبالتالي أعتقد أن فرصه في الفرص في المباراة هتبقى كبيرة وحيامل نتيجة كبيرة لكن في نقطة لازم نعرفها في اللوايا النتيجة متخلص على المباراة النهاردة النتيجة هتخلص على المباراة تاني لأن انت لو خسرت مثلا جون أو اتنين تفرق معاك في عدد اللي سكور التاني انه بياخد فرق اللي سكور بين اللي انت خسرته و اللي كسبته بالزبط فده هيفرق أنا ممكن النهاردة هجيب عشرين جون واخسر المرق الماطشر الجاي هاخسر فيه تلاتين جون يبقى أنا عليا بالسالب عشرة هاخد بقى من كامل حضرتك عنه الكابت أحمد بلال هل في أي يعني نقول توقعات أو ممكن ممكن نلاقي في البطولة ممكن فرقة تكسب فرقة من الفرقة الثلاثة الكبار هو يمكن احنا قبل من يعني من يومين بالزبط فيس بريم خسر من لشبونا آآ سبورت لشبونا في بتوط أوروبا اللي فيها محمد علي ودي كان منسباننا منسباننا كانت مفاجأة بس في نفس الوقت كان لسه كسبان باريس باريس 10 تجوان كسبان باريس باريس سان جرمان 10 تجوان خسر من خشم يعني عازي فيش مستوى ثابت يعني انت بتخسر برضو اعتقد 7 تجوان من سبورت لشبونا ها يعني يعني عازي يعني برضو يعني مستوى فيه تزابت شوية يعني فيه ثبات في المستوى ودي اعتقد ان احنا برضو عندنا بعض الخبرات عن فريق المجري ان احنا تابلنا فيه اه كتير وعارفينه وتفرع الكتير من ايما كان اه 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 انتقى دوت اه يحيى خالد ودروقتي طبعا عن يحيى خالدر فعندنا خبرات وعندنا يعني من بصعر كتير يعني احنا عندنا فرصة كبيرة ان اخطرها فيه فيه عدم سببت شوية في المستوى من ناتجتين طبعا ما كسب بابريس الجمان وده انا لا جدال عليه بس انا بتكلم ان فيه فيه تلوع وفيه هبوط يعني ايزا مالك عنده فرصة ان هو ممكن يتعادل على الاقل مسلا مع فيسبرنك لا هو اللي قاله كابتن طارق الالف اللي هو اللي هو اللي هو السكور انا بتكلف ايه بتكلف الفرق السكور الفرق السكور يبقى قريب واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة وده اعتقد هو ده اللي هيحدد زي ما بيقول ان هو ده الفرق السكور بين بلاس وماينس هو ده اللي هيحدد فماتشات دي اتقطعت ماتشات هي دي اللي احنا بتكلفها ان ميزة الاوانية ان احنا هنلعب بالفرق الضعيف الاول وبعد كده نحضر الفرق القوية وفيسبرم وبرشورونا وماكد بورد المدرسة الاوروبية مدرسة واحدة يعني نزام سيستم اللاعب بتاعهم معروف ستة سفر بيقابت لا يقابل سيستم اللاعب حتى في الوجوههم الكروسات اللي بتعامل مع بعض يعني احنا بقنا اللاعبة لو عندنا اللاعبة دولية موجودة في الآل وفي الزمالك ابيعارفين ان هم بيلعبوا فرق لعبوه قبل كده او متعودين ان هم يشوفهم يشوفهم ودي بتبقى خبرات في الملعب ان احنا قادر احل موقف ما بقاش صعب عليا لما فرقة ملعب كهكاس من فرقة كبيرة ان انا قادر اوقف لعيب كويس ان انا تعودت عليه او شفت بكده او اتعملت الملعب كده تبتلطرق شايف من النادي زمالك النهاردة حظه حلو انه اخر ماتش النهاردة في اليوم هيشوف الفرتين اللي ابيع اعملوا ايه فبالتالي ابيعارف تارجيته الراحل فين هنرجع نقطة تاني معلش السكور مش هتحسن في ماتش النهاردة لا ما هو النهاردة على الاقل ماشي انت بتعمل السكور كويس بتعمل السكور كويس لكن الماتش اللي ما بينا كومبينه زي ما كابتن احمد بلال قال لازم الماتشات الكبيرة تتقفل بتتقفل بمعنى السكور ما يوسعش فيها يعني يعني على سبيل المثال مثلا احنا كنا بنتكلم عنه فيس بريم فيس بريم لسه جاي لها مدارب جديد باسكوال الاسباني وده من احسن ومن احسن مداربين اللي في العالم يمكن تزبزب المستوى بالنسبة له حاليا زي ما احنا بنقول خسر ماتش وكسر ماتش لان هو لسه ما دخلش على الفرقة السابير على الفرقة اه طيب ما بقولش معاه شهر لكن هو انا متوقع على نهاية الموسم المدارب ده هت لان كل مكان بيروحه بيعمل بصمة كبيرة فرقة برشرونا السابقة كل بطولات اوروبا اللي كذبتها كانت هو مدارب فن بتاعها وهو مدارب كبير مدارب عالمي فاهم هو بيعمل ايه فاعتقد ان ماتش الزمالك وخصوصا الفرقة الزمالك زي ممدارب بتاعها صرح وقال ان انا بكوم فرقة من فعش وانت بتكون فرقة تكون بتلعب فرقة تقيلة زي دي تقدر تقولي للماتش قرائب لا الماتش هيبقى في الملعب لكن لو عرفنا نقفله تبقى حاجة كويسة جدا ده بالنسبة للزمالك بالنسبة للنادر اهلي اعتقد ان الماتش برشرونا النادر اهلي لعب معاه قبل كده اه وعمل نتيجة كويسة وانا متوقع ان النادر اهلي بالمستوى اللي موجود فيه اللعب حالين وخبرات اللي خدوها في السنين فاتت اعتقد ان الماتش برشرونا ممكن يبقى ند للنادر اهلي ويقدر من خلاله يوصل مربع باذن الله طيب كبتا احمد تتوقع الخليج هيبدأ المباراة زي كطرق دفعية؟ هو الخليج ما عندهوش طرق دفعية كتير يعني هو هما امكانياتهم الجسمانية مش عالية اوي فبيلعبه اللي هما يعني يمكن كبتا طريق كان بلعبه مسل فاتت في الدورة السعودية يبرع عنه شوية بلعبه ستة سفر وخمسة واحد وثنين واحد يعني هما اعتقد هيشوفوا بداية الماتش اه امكانيات اللعيبة بتاك الكاليفوني فيه لعيب مميز يتلع عليه عشان يخلصوا بماتش اه لعيبه لعيبه ما بتشوتش وبيدعوز تختارك فاستنهم تحت لعيبه بشوت من بره فاتله اعتقد المدرب هيقرى الفريق ان احنا طبعا بالنسبة لنا مجهول احنا لما نتكلم على مثلا هنتكلم على فريق خليج احنا هنقول هندفع هندفعي ازاي هندفعي ستة سفر وعارفين مين اللي هشوت ومين هيدافع ومين اللي بيختارك ومين بلعب واحد الواحد ومين الدايرة بيلعبه معه ازاي بيجروا فاصل بليك بسنتاره سريعة وده احنا عارفينه انها فريق زي كالفونية احنا منا عرفش انه عاجل لسه احنا لسه هنكتشف تسمحي اقول حاجة بعد ازاي بلال اعتقد اعتقد اختيار النادي الاهلي لجامعة سيدني لانه عارفها انا مش عايز انزل على مجهول انا عارف هو بيعمل ايه وخططه ايه ودفعه ايه فانا اخترت فرقة بتيجي بقى لها كزا مرة فانا عارف فين اللعيبة اقدر اللعيبه ما اجيب فيه مسكور انما ده وجهة نظري ممكن اكون انا مخطط فيها انما كاليفورنيا او توباتي البرازيلي هو مش معروف وبالتالي انك تلعب وزي ما احنا بنقول التحليل والشغل اللي بيحصل تجهيز المباراة بقى من اهم عناصر اللعبة في كورتي ليد وعتقد في الاعابة الجماعية كلها يعني نعتبر الشرط الاول بالنسبة لمدرب الخليج هو هيبدأ يستكشف فرقة كاليفورنيا ايه تلعب ازاي وبناء عليها هيقدر يبني خطته اكيد اكيد هو اصلا بيدفع على طول 6 صفر وما بتحصل ازمات عنده في المباراة بيدفع 5 صفر لكن اعتقد انه بردك هيبدأ بدفعه المعتاد 6 صفر لغاية ما يقرأ الملعب ويشوف الدنيا فيها ايه وانا بقول لك المتغيرات في المباراة دي هتبقى في الشرط التاني وليس الشرط الاول تمام خلونا نروح للمعلقة طبعا زي من الدكتور رهاب صلاح للتعليق على احداث الشرط الاول بين نادي الخليج السعودي ونادي كاليفورنيا ايجلز بطل امريكا في اولى مباراة بطولة العالم للاندية اللي اعتقام في مصر خير فترة من 27 حتى 3 اكتوبر اشتركوا في القناة